موسيقى المصادقة المؤتمر على التعديلات التي كانت أعتبرها يعني كانت أعتبرها تراجع في الحقيقة للتحات الشراكي هذا حزب يعني قدمنا موضع في محطات سابقة فيما يتعلق بالديمقراطية الداخلية في متعلقة طريقة الانتخاب القيادة يعني كانت لجنة الترشيحات دوزنا للانتخاب الكاتب الأول بالترشيحات المتعددة في دور ثم والتي كانت لجنة التاسع الانتخاب الكاتب الأول في دورين وكان نقاش مفتوح بين المرشحين أمام المناظرات والمواطنين الجامع كي يعرف الأطرحات والأرضيات اللي كده فعلها كل مرشح والتصور دياله البناء ديال الحزب والدور دياله داخل المجتمعات شي ما كانش فاد يمكنني نقول لأنه كان الاشتغال والتحضير المؤتمر يصبوا في اتجاه واحد لا من ناحية اللوجيستيكية لا من ناحية القانونية حتى يصلوا إلى نتيجة التي وصلوا إليها اليوم النتيجة لتهم أنا كاتحادي لا تهمني النتيجة هذا المؤتمر هو محطة أعتبره محطة ما يشغلوني هو ما بعد هذا المؤتمر اتحاد ما بعد هذا المؤتمر أولا الصورة التي تركناها لدى المواطنين ومواطنين يعني نتحدث ونطالب الدولة بالتنخيب وبالجديد النخاب وبالكفاءات وما إلى ذلك ونقدمون المودة معاكس عن مستوى حياتنا الداخلية الحزبية ثم الأجواء ديال المؤتمر المناقشة ديال الأوراق ديال الأرضية السياسية يعني وكأن الهاجس وكأن الهاجس لا هو الهاجس كان هو هذا ما بين قوصين الولايات الثالثة اختزل المؤتمر في الولايات الثالثة وهذا أمر مش صحي اللي أتمنىه اليوم وقلت لي الرسالة التحادية والتحادين أو الرسالة هو أن التحادية والتحادين خصوة بقوف الحزب ديالهم متشبتين به بالقيم ديال ونضلوا من داخله المواقع لا تهم ما يهم هو المواقف التي يعبروا عنها المرء ويدافعوا عنها لأن الأمر يتعلق بأمانة هذا الالتحاد الشراكي نحن جينارى نستحه نضلوا طيلة عقود كين اللي دخلوا للحباسات كين اللي فقدوا الأملك ديالهم فقدوا الصحة ديالهم العائلة دست شتت ما قد يشي يجي وحدين في الأخر يشدوا هذا الحزب ويعتبروها أصل تجاري ويديروا فيما بغاو لا هذا أمانة خصوة المناظرين يتشبتوا بها ويدافعوا على القيم والمبادئ والأفقار ديال الحركة الاتحادية بش يسلموا المشعل للأجيال القادمة وبالتالي هي معركة مستمرة مش أن الاتحاد الشراكي يرجع للقيام والمبادئ دياله يرجع للعمل دياله والتواجد دياله داخل قطاعة واسعة داخل المجتمع يرجع يعبر عن مواقف لحظة مناسبة تجاه القضايا التي تهم المواطنين ومواطنين في بعدها السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وما إلى ذلك ثم الحزب الذي يقدم إجابة على بواعية القلق ديال المجتمع ويقدم إجابة وينظر للمستقبل بطريقة أخرى يعني كتماشا مع المتغيرات اللي كينا لأن نرى المغرب اليوم ليس هو المغرب الأمس والاتحاد اليوم عاش في المعارضة وعاش في الأغلبية أعتقد أصبحت له من الخبرة ما تجعله أكثر واقعية في التعاطي مع التحولات اللي كتعرفها بلدنا الأمر لا يتعلق بمزاجيات يعني تتعاطى مع المرحلة بحسابات وبتكسيكات معينة الأمر يتعلق بتصور بأفكار بمبادئ بقيم هذا شخص يتشبته به التحادي لأننا نؤمن أنا شخصيا أؤمن بأن أي حركة هي في حركة مدين وجذر أعتبر اليوم أننا نعيش وحالة الجذر ربما سيكون المد في المستقبل إن شاء الله وإذا استطعت هذه القيادة المقبيلة أن تتجوز من أحد المجموعة دي الأخطاء اللي طبعت هذه المرحلة السابقة منها المركزة دي القرار أرى ما يمكنش قائد يفكر ويحلل ويشخص وينفد ويأجرأ كل شيء هو يدر كل شيء ما يمكنش هذا حزب في واحد المجموعة دي الأطاقات كل واحد يقوم بالدور رياله إذا استطعت هذه القيادة لأنها تآمن بالديمقراطية التشاركية كما كانت كلمو عليها مع الدولة تآمن بالديمقراطية التشاركية تآمن بالرأي الآخر تآمن بأنها متواجدة لخدمة الحزب ولمصلحة الحزب ومن خلاله لمصلحة الوطن بالأساس وأنها قيادة تكون فيها وحد النوع دي الأنقران أعتقد يمكن على أن الأمر تكون إيجابية ولكن الأمر الشكل الذي عشنا فيه تحضرنا هذا المؤتمر ومواقع والإقصاء دي المحد المجموعة الالتحادية والالتحادين لا يمكن الإنسان يسكت على هذه يعني كتجعل الإنسان يكون نوعا ما متشائم وإن كنته بطبعي متفائل ولكن الذي يقع يقتضي على أن الالتحادية والالتحادين لأنهم أمامهم يعني واحد السنوات يمفرض أنهم يستغلوا بوحد لجدية أكثر بوحد للعمل أكثر حتى يرجع الحزب القاطرة دياله كان من المتحادين على القاطرة لأن الحزب يخرج من القاطرة وعند تكلمون على الالتحاد وشراكي القوات شعبية كحزب المواطنات ومواطنين ديال الجماهير الشعبية حزب القوات شعبية تحترنا هذا المؤتمر شابته واحد المجموعة الالأمور وانتخاب المؤتمرين والتعيين المؤتمرين في عدد من الأقليم والفرع والمنطق الذي تصرف به هؤلاء الذي يقضي بأنه اللذر الحملة الانتخابية والخصوصية للمؤتمر ماشي منطق سليم. كنا مناضلات ومناضلين التي تم الاقصاء لهم المفرض على أنهم يتواجدوا في المؤتمر ويدفعوا على الأعلى وأشوف أحياناً يصبحوا الانفتاح مبرراً للإقصاء سيأتي واحد ويأتي مجموعة بجرات قلم يشدوا البطاقة الانتماء طبيعة الحلقة تقول لي أحد الأغلبية من خارج الحزب في مواجهتي أقلية من داخل الحزب كنا سينتصر وهذا في حداته يجعل النخص يكون أحد العامل مستقبلاً فيما يتعلق بهذا انخيرات في الحزب والواجبات المناضلات والمناضلين من خلال تفعيل القانون ليش بميزاجية إذا كنت معي القانون أن نضعه إذا كنت يختلفت معي يجب أن يتفعل القانون بوحد الروح وبالروح الانتماء أنا طرحت في الأرضية كمرشح النقطة الأولى التي طرحتها في الدم الأرضية هي السؤال الانتماء الانتماء الانتحاد الشراكي للقوات الشعبية هو الانتماء ببطاقة يجب أن يتفعل قانون بوحد الانتماء ويجب أن يتفعل منذ المناضلين ويجب أن يتفعل منذ المؤسسات من المؤسسات ويجب أن تتفعل تركيب شعاراتنا ومواقفنا وإذن المبادئنا في السلوك وفي الخطاب ما غير لي جاخده بطاقارات هذا هو اللي يخص بالفعل العمل السياسي في بلدنا خاصة فضل الترحل اللي كنشوفوه و اللي كنعيشوه واحد كيبات مع حزب كيصباح مع حزب آخر في العشية كيبال ليو كون حزب آخر ومرحبا به هاد المنطقة هاد توقصوا يتغير وهنا نقطة أساسيا نبغي نشير له وهي اللي عند الأهمية دياله أنا شخصيا أشغلوا عليها كانتشاغلة لو أحد مقترح القانون وعدين نسلموا للفارغ الشراكي في القريب هي هم تعديل ديال القانون تنظيمي الأحزاب السياسية هناك تضح اليوم من خلال الانتخابات ومن خلال المؤتمرات ديال الأحزاب أن هناك مجموعة ديال التغارات في القانون ديال الأحزاب السياسية خصت تعالش بحال هذه المسألة ديال الترحل من حزب لحزب واحد كين تمين حزب في المؤسسات الشريعية مثلا نائب برلماني من اللي كتتقرب الانتخابات كيواللي مع حزب آخر هكذا ببساطة يكون في المعارضة مع حزب في المعارضة ويأتي وترشح بيت اتحادي صباح استقلالي مثلا ولا بيت استقلالي صباح اتحادي لا يمكنش خص القانون ديال الأحزاب باش نخلقوا الحياة السياسية خصوا واحد المجموعة ديال الضوابات لا يمكنش كون الضوابات كين في واحد المجموعة ديال التغارات من ضمنها ما يتعلق بالولايات القانون ديال الأحزاب السياسية كيقولوا لأن الأحزاب خصت نص في القوانين ديال الأساسية تتحدد الولايات لكن من الجدوة من تحديد الولايات تم انقلابوا عليها في مؤتمرين ما يتعلق بواحد المجموعة ديال الحقوق ديال هذا ما يتعلق بهذا الشيء ديال المشاهرة والواجيبات الآن خلينا هالأحزاب السياسية كي يقدموا واحد اتقالتون لا ويخليوا خمسنين وست سنين بشيطر شرح محزب آخر خصو جي أدين واشت العلاقة بل المناظر والحزبية ذلك الفلوس اللي خصو يؤدي ذلك الواجيبات بمعنى القانون للأحزاب السياسية في واحد المجموعة ديال التغارات أنا شخصيا أشغلوا عليها يعني خصو تهوى مش أننا إلا ما كنتش كينا إرادات داخل الأحزاب السياسية على الأقل يكون كينا واحد القانون تنظيمي اللي كي يحكم السلوك دياله كان أعتبر في حياتنا الحزبية عندي واحد الجانب كان أعتبره أساسي كان يعني يحكم سلوكي هو ما يتعلق بالعلاقات الإنسانية إحنا حزب حلو أحد الأسرة تيلا كان شي مشاكل نحاول نحاول ندبروها داخليا وللقوا حلول ما أمكن وأنا كنفضل على أن حتى لما كانش الحل نفضل على أن ربما نتقلق ورجع اللورشي شوية في انتظار ما هو آتين على أن نلجأ القضاء طبيعة الحل هذا لا يمنع لأن من حق أي كان يلجأ القضاء هذا حقه الأخوة والأخوات للشؤون للقضاء هذا الحق ديالهم حق مشروع ديالهم ومن حق أخوات وأخوات والأخوة الآن لابن لهم شيء أمور مشي هذي كالشؤون للقضاء كان واحد المجموعة المراهضات وأنا شخصيا أتحدث عن نفسي كشخص أنا ما عنديش ذلك الفكرة لدي اللجوء القضاء نهائيا وإن كنت أؤمن بسلطة القضاء ولكن أنا كنقول لك العلاقات الإنسانية كونا أسرة إتحادية كتجعلني أفضل على أن الأمور تحل في الإطار دياله الداخلي ومتنسوش تابنو معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر موسيقى